قد لا يدرك البجرم في لبنان ان عملياته والتفجيراته المتكررة لا تطال شخصية المستهلفة فحسب او ربما هو يدرك تماما انه بفعلته هذه لا يميز بين المدنيين والابرياء الذين يدفعون الثمن الاغلى في كل تفجير محمد الشعار ابن الستة عشر عاما واحد من هؤلاء فهذا الطالب في مدرسة الحرير ثانية يظهر في هذه الصورة بالقميس الاحمر الى جانب اصدقاءه ربيع يوسف واحمد المغربي وعمر بكداش في اخر لحظات قبل التفجير كما تظهر معهم الهندا سي ارفيل مفخخة وبعد لحظات من التقاط هذه الصورة حصل الاسوأ واصيب محمد اصابة بالغة في الرأس وهو لا يزال في مستشفى الجامعة الامريكية في انتظار الصلوات والدعوات لشفاء عاجل اشتركوا في القناة